في العام 1931-1932 كنت في الصف الثانوي وتركت الدراسة وذهبت للظروف عائلية معينة ذهبت للعمل في بعض الحرف والمهن وامتهنت مهنة ساعاتي وكان اليهود هم المحترفين لهذه المهنة وبدأت تعمل في حي وسط اليهود عملت لمدة عام تقريبا؟ أو عام ونصف؟ أكثر عام ونصف عام ونصف تعمل في وسط اليهود الذين تفتح وعيك السياسي في العام 29 على أنهم جاءوا ليغتصبوا بلادك ما هي الأثار التي تركتها هذه السنوات وكنت في بداية شبابك في نفسك؟ أولا كان المكان الذي أعمل فيه فيه يهود سفرديم يعني شرقيين وفيه يهود روس طلاءة خلوطسيم بيسموهم الخلوطسيم يعني بيونيرز بيسموهم يعني هم البداية الاستعمار والاستيطان الصهيوني هؤلاء كان واضح عداءهم إلنا استعدادهم للصراء استعدادهم لإقامة الدولة يهودية اليهود الشرقيين كانوا حتى ذلك الوقت غير قانعين بإمكانية إقامة دولة لماذا هاجروا إذن إلى فلسطين؟ نعم لماذا هاجروا إلى فلسطين؟ لا اللي هاجروا هدول كانوا مواطنين في القدس اللي بعرفهم اسفرديم أما اسفرديم لماذا هاجر هدول لطهدوا في إسبانيا في الأساس بس من فترة بعيدة من أربع قرون كانوا أو خمس قرون نعم لكن عايشين في فلسطين يعني اسفرديم نعم فاليهود السفرديم كانوا مش مع قيام دولة يشعروا بنوع من الضعف نوع من التخوف حتى من قيام دولة إنه هذه بتثير العرب علينا مع إنه معاملتهم مع العرب كانت معاملة مواطنين فكانوا يعني يهاجموا ويسبوهم حتى للطلاع الصهيونيين المنظمين لكن كمان مرة بقول تبين أنه حتى اليهود المواطنين بدأوا ينسجموا وينساقوا في الاتجاه وحتى في حارة اليهود اللي هي يعني بنسميها حارة اليهود في القدس بدأنا نشعر بأنه عمال بيتدربوا على السلاح في عندهم بدرومات وما شابه احنا كنا صغار يعني وكنا نقدر نشوفه يتدربوا في السلاح بعدين يعملوا نوع من الكشافي أو ما شابه تحت سمع وبصر حكومة الامتداب بتشجيع حتى مش بس تحت سمع وبصر لأنه الهاجناة كانت تعتبر بالنسبة للإنجليز شرعي كان وضعكم إيه أنتو العرب في ذلك الوقت وأنتم تروا اليهود أمام أعيونكم يستعدون لهم ميليشيات لهم ترتيبات في كلام عن دولة يهودية إيه كان الوضع العربي في ذلك الوقت أبراً كلمة بقدر أقول أنه كان هناك شعور عميق بالخطر القادم شعور بالخطر أنه هدول الآن مدعومين من الإنجليز وشيء فشيء ممكن يقو الهجرة عمال تزداد حكومة الانتداب بتملكهم أراضي من أراضي الدولة وغيره وعن بيشتروا بعض الأراضي فإذن الخطر قائم بإقامة دولة وعلى حساب ترحيلنا هذا الخطر كان الشعور فيه حتى في العشرينات حتى في العهد التركي بعض العرائض اللي رفعت للسلطان ذكروا فيها في سنة 1991 للسلطان أن هؤلاء اليهود المهاجرين ما جايين يعيشوا بس حتى يلاقوا مأوى حتى يستولوا على هذه البلاد ويشيلونها هذا الشعور ازداد جداً في التسعة وعشرين وما بعدها خطورة اليهود اتكلمت الآن عن موضوع شراء الأراضي وهذا من الموضوعات الخطيرة التي يدان فيها الفلسطينيين في أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة فيما حدث بأنهم فرّطوا في أراضيهم وبعوها اليهود للأسف هذا هو الشائع هذا الشائع الحقائق أذكر لك أنه في لجنة سمت أنجلو أمريكان كوميشن فور بلسطين شكلت سنة سبعة واربعين لها تقرير مشهور وهو مرجع في هذا التقرير أولاً في سنة الاحتلال البريطاني لفلسطين في السبعطاش عدد نسبة الأراضي لليهود ملكية الأراضي لليهود 2% من أرض فلسطين هذا سنة سبعطاش في سنة سبعة واربعين خمسة فاصلة ستة في العشرة خمسة ونص يعني تقريباً بمعنى ثلاثة ونصف المية تملكوه خلال ثلاثين سنة هذه أرقام بوثائب كثيرة يعني تعتبرها حقيقية نعم هذه الثلاثة ونصف المية اللي تملكوها خلال فترة الانتداد نسبة كبيرة منها أملاك دولة حولت لهم عندك مشروع روتنبرغ للكهرباء جميع فلسطين عندك مشروع الحولة أراضي دولة أعطيت لهم عندك مشروع البطاس البحر الميت حولت لهم هذه نسبة يعني حكومة الانتداد حولت كل هذه الأملاك من أملاك الدولة نعم من أملاك الدولة اتنين في قانون كان عندنا قانون طبعا انتداب سمو ريكوزيشن يعني وضع اليد قانون وضع اليد للحكومة والإدارة صلاحية أن تضع يدها على أي أرض تعتبر للمصلحة العامة فمثلا الجامعة العبرية هذه أملك أهل القدس راضيها وهداسة الجامعة العبرية في القدس هذه صدرت مصادرة من قبل بريطانيا وأعطوها لمشروع الجامعة العبرية قالوا لأهلها هاي فلوسكم في البنك ولسنوات طويلة ما كانوا يقبلوا أنهم ياخدوا ثمنها هذا قسم الثاني أراضي كثيرة صدرت بالمصالح العامة على رأيها أيضا كان فيه أراضي فيه أراضي ملك لإقطاعيين لأنه كانت فلسطين تاب على ولاية بيروت ولاية بيروت فكان سرسق تيان شراباتي عائلات كثيرة لها ملكيات إقطاعية في فلسطين فيها فلاحين فلسطينيين لكن ملكية الأرض مش لهم مزارعين يعني لكن مزارعين من أجيال وما كانوش يعرفوا حتى أنه هذه الأرض اللي هم فيها ملك لا إقطاعيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر